طلاب البركات. في الفيديو هذا راح نشرح شلون نسوي modification حق التمبلت عشان يكون مناسب لعملنا. في البداية راح نزيل أشياء اللي ما نحتاجها. يعني المثال اني عندي هوم باند اللي هو المنطقة هذي تور وكنتاكت ومور مثل يعني مثل مور ما نحتاجها. سيرج بوتن ما نحتاجها. هاو يعني شون راح اقدر اشياء هذي. اروح ال object. نطق right click. inspect. بالinspect راح يطلع لي البتن. حلو. اسم البتن. ال class. ال i class. head small. w3 right. اوكي. احسوي copy حق الاسم هذا. اروح لل source code. اسوي paste. هذا هو الملف. شون عرفه. ان هذا شون اتأكد ان هذا هو. لو تلاحظوا تقرون ال line كامل. الاخير راح تلقون في ف اي اف اير سيرج. لو نلاحظ هني. اذا هو الملف اه المطلوب. او line المطلوب نحذفه. فالحين لو نلاحظ. احني عندنا. اه نقاط تحت ال i وهي نقاط تحت ال i. لو حذفناهم من اهني الهني. راح نحذف. بهذا الشكل. او line المطلوب. 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 او line المط كما هو محتاجة نحذفه و أحضرنا الأشياء الداخل عشان نعرف نحذفه نضغل على ال-I اللي هي بدايته و نشوف نهايته وين اللي هي كا هي نهايته هاذي نهايته نحذف كل هذا طبعا عشان أحددهم كلهم مرة واحدة اه بريث شيفت و أطق مكان اليان حين افو يرفريشت اتس ريموفت الآن هذا الصور هاذي مو محتاجهم أبي أشيلهم لأن أنا team واحد فأروح على الصورة عن name حلو لو تلاحظون أحط الكود هني أحاول أحدد أكبر منطقة عشان أزيلهم مع بعض لو تلاحظون الحين تحددوا كلهم بالأزرق الحين تحدد لمنطقة هذي والحين تحدد الكلام فقط أطلع فوق الحين تحدد صفحة في الكامل أنا فقط أبي أزيل هذي ثلاثة في حالة هذي أضغط ضغطة واحدة راح يطلع لي الكلاس حقهم اللي هو W3 Raw W3 Binding 32 copy it and paste it you will find them هذا هو الملف الخاص فيهم لكن أنا شون أثبت هذا الشي لو تلاحظون في عندي هني name و name و name three names لو تلاحظون هني في عندي name name إذن هذي لحقهم و فيهم ثلاثة الصور كاهم و فيهم ثلاثة الصور كاهم فإذا أنا لا إذا شلت هذا راح أشيل لهم كلهم هذا مين بدايته هذه هي بدايته وين نهايته وين نهايته هذه هي نهايته عشان نزيله متما قلت لكم shift and delete refresh في حالة صار عندكم خطأ تراجعون من خلال كماند زيد أو كونترول زيد في الويندوز عشان تراجعون هذا هو نزالت الصور الحين أنا أبيشي tour date remember to book your tickets وأبيشي الأبيض أو راح أشي remember to book your tickets والأبيض هذي ثلاثة أسطر أروح أremember your to book your ticket inspect right click and inspect هذه هي we can if you see there is there is bar graph حلو هنا في كونتينر بس الحين ما أمزلهم كلهم لم يزل فقط الbar graph هاذا فهو bar graph ويقوم بها w3 opacity w3 center go to here and basted هذا هو remember to book your ticket نتأكد إنه نفس النص هذا هو نفس النص أروح واحدثه في الحالة هذي راح يروح لطول نزيل إذا باحثف الأبيض هذا حاول أحددهم ثالثتهم إذا ما قدرت أحذف واحدة وحدة تشوفوا تتحدث ثالثتهم عني وتلاحظون ها شوي تحدث ثالثتهم لازم أكون داغل جدا وأضغط ضغطة واحدة فقط هذا هو حقهم ثالثتهم I will copy it pasted هذا هو لو تلاحظون سبتمبر اكتوبر نوفمبر هذا هو سبتمبر اكتوبر نوفمبر وني في كلمة sold out sold out وثري sold out وثري حين لو أحذفهم راح نعذفون كلهم لكن انتبهوا نحذف مكان بداية الكلاس لو حذفنا هي راح يبقى في منطقة بيضة أما لو حذفنا هي راح نعذف المستطيل كل هذا فرا نحذفه من خلال اه ننحدد اليو اي اليو اي اليو اي اليو اي ونشوف نهاية هون عند اليو اي ونحذفهم shift و select then we can delete save it save it save it now نحذف refresh ها هم راحوا نزيد ال contacts راح نخليهم حلو راح نشيل ماب نشوف نشيل ماب نفس ما قلت لكم نحددها ماب كاي هذي ندوع على ال class فيها إذا فيها class إذا ما فيها class ندوع على علامات مميزة لو تلاحظون position نحاول نطلع حكلها ليه ما نطلع على class نشوف في class addgooglemob هذا comment مالعيقينة لكن فيه تحت idgooglemob إذا ما في class ناخذ ال id نروح نبحث عن googlemob هذا هو addgooglemob كهو الكود فإذا لو نقرأ الكود الحين راح نلاحظ أن كله في googlemob googlemob شوفوا هني فيه googlemob يعني الخرائط هذي هذي فيها googlemob يعني خرائط googlemob googlemob إذا كلهم ما نحتاجون وين مبلش وين ننتهي مبلش عند ال div الأولى نهايتها بسطر هذا حلو نحذفها نزيل عندنا هني googlemob أيضا الخرائط هذي نحذفها script هذي هني javascript code javascript وكله مثل ما قاع لاحظ أو تلاحظوا معاي كله يحتوي على كلمة googlemob فإذا هو خاص في لغة أو في أو أو في مثل ما قلت لكم الخرائط فلو شلنا الحين راح تروح الخرائط الحين سوي check اختفوا الخرائط تماما من الكود الزين الحين نبي مثل نغير موضوع snapchat instagram مثل Pinterest الخرائط هذه الفرائط مثل ما ما عندي تويتر نفس الشي ما عندية نهاية حكاهي وشكل مثل ما عندي تويتر نفس الشي ما عندية تويتر نفس الشي ندي Pintrast نفس الشي نسوي refresh اه اختفأو تماما نبي نغير النص مثلا Powered by W3S لو تلاحظون P class Medium Powered by HRF هو حط وراها A عشان يخلي الكلام W3S كراغط نفعل مثلا نخلي مثلا سيبيتز.سيسي. حلو? في الحالة هذي اه رح يسوي اوب دايت بورد باي ونضغط عليه سوينا الرابط. بطلب نيو وندو. حلو? ودانا الويب سايت الخاص بالسيبيتز. مثلا حين بنعدل الانفورميشن. ابيعدل الكلام في الهذا. اذا ابعدل مثلا خنقول هالكلام مضبوط. خنعدل هنو تور ديتز. ابي اغيرها سويها اه ويكلي بروغرس. اعطي انسبكت. تور لو تلاحظون انها تحدث كلها. ونلاحظ كلمة تور ديتز كاهي. نقدر ناخذ الكلمة هالي نفسها. كوبي. ونروح في البرنامج ونسويها باست. لو تلاحظون كاهي الكلمة. تور ديتز. دامنها في الابيض يعني هالنص يظهر للناس ونغيرها الى ويكلي بروغرس. بنا ذكر لنزل البرkn pass change 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 change. رح اقوم بين النزل. حلو. عندنا مثلا هني نيويよرك بارس ايشي. تور سمنا week one week two week three مني عندنا مثلا ولنزل تور ديتز. ا ظهر جز او رفريش solve pictures national curve enorm same calculated check the cursor select size one single corner there. اذا بنا نظ saw sis حق الامج يذوس هو الصورة اسم الصورة. انا راح اختار الصورة من ديكستوب عندي. نفترض الصورة هالي. بمعنى نفس ملف موجود الملف في ديكستوب وصورة في ديكستوب اذن نفس الملف. اذن راح نكتب هني. فايف سيكس سيفن دوت جي بيج اللي هو اكستنشن الصورة. نسو رفريش الصورة كاهي اطلعتها معانا. نفس الشيء بالنسبة لأخير شيء نقدر نحط الصور نفس الشيء ام غير. فقط لازم نبحث عن سافة ايميج سورس والان مكانها الصحيح. لو تلاحظون ديكا هو هذا. هذا كامل حق هذا فقط. منطقة هذي محددة في هذا الدي اي في معها. او الكنتينر. فيها الصورة كاهو. وفيها الاسم الباريس. وفيها الديت وفيها العنوان وفيها باي تيكتز نقدر نغير هذا الى اكشن اخر. مثلا ليرن مور. نحن نسوي رفريش. ليرن مور كاهي. نغير اه الصورة. اه هذي هي الطريقة كالكل. طبعا نغيرها ذايا. نغير الصور اي شيء. اتمنى انكم استفدتوا. وشكرا للمتابعتكم. كاما معاكم اخوكم يوسف الصالح.